حذرت مصر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون شخص فلسطيني يتواجد في تلك المنطقة وفي بيان لوزارة الخارجية طالبت مصر إسرائيل بممارسة أقصى درجات دبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغة الحساسية وفي مسار مفاوضات لوقف إطلاق النار وحقنا لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة هذا وأكدت مصر أنها تواصل الاتصالات على مدار الساعة مع كافة الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم للوضع أو لخروجه عن السيطرة